هذا ودافعت وزارة الدفاع الصينية عن تعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايبي الأسبوع الماضي وأثرت زيارة غضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليما تابعا لها وردت بإطلاق صواريخ باليستية تجربية فوق تايبي للمرة الأولى بالإضافة إلى التخلي عن بعض خطوط الحوار مع واشنطن